فبعض الولادات تستغرق دقائق قليلة جدا وبعضها تختبر قدرة الأم على تحمل الألم لساعات طويلة غير أن الولادة الطبيعية تسير بنسق معين ومعرفة هذا النسق مسبقا قد تجعل الأم أكثر اطمئنانا وتوقعا للأحداث ويقسم المخاض إلى ثلاث مراحل وفق الآتي أولا المرحلة الأولى من المخاض وتقسم المرحلة الأولى من المخاض إلى ثلاث مراحل وتشمل الآتي أولا المخاض المبكر تعد هذه المرحلة من المخاض الأطول وقد تحدث هذه المرحلة على مدار أيام أو أسابيع أو حتى ساعات ويحدث خلالها ترقق وتمدد في عنق الرحم إلى أن يصل إلى ثلاثة إلى أربع سنتيمتر وقد تعاني المرأة الحامل من مجموعة من الانقباضات بالإضافة إلى آلام في الظهر وإفرازات مخاطية تتراوح هذه الانقباضات في شدتها ما بين القوية والخفيفة وتحدث على أوقات منتظمة أو غير منتظمة ثانيا المخاض النشط عندما يبدأ عنق الرحم بالتمدد والتوسع وتصل درجة التوسع من ثلاثة إلى أربع سنتيمتر إلى سبع سنتيمتر وتصبح الانقباضات أقوى وأشد تكون قد بدأت في المرحلة الثانية من المخاض ثالثا المخاض الانتقالي سميت هذه المرحلة بالمخاض الانتقالي لأنها تنقل المرأة الحامل من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية ومع نهايتها تكون الانقباضات قد أصبحت أكثر حدة وقوة وأكثر انتظاما أي تحدث انقباضة واحدة كل دقيقتين أو ثلاث دقائق وتستمر مدتها ستون إلى تسعون ثانية ويحدث توسع في عنق الرحم بمقدار ثلاثة سنتيمتر ليصبح في النهاية التوسع عشر سنتيمتر أما بالنسبة للمرحلة الثانية من المخاض فخلال هذه المرحلة يبدو عنق الرحم متوسعا بالكامل وتصبح المرأة جاهزة لعملية الولادة وقد تشعر العديد من النساء أثناءها بالرغبة في دفع الجنين إلى الخارج وقد تستغرق في غالبية الأحيان بعض الوقت وتستمر المرأة بالشعور بالانقباضات ومن الجدير بالذكرى أن هذه الانقباضات تعد المسؤولة عن خروج الطفل إلى الخارج ومع خروج رأسه تنتهي هذه المرحلة وتبدأ المرأة بالإحساس بحرقة أثناء ذلك المرحلة الثالثة من المخاض وهي المرحلة الأخيرة فخلال هذه المرحلة وبعد نزول الجنين تبدأ مرحلة فصل المشيمة عن الأم وقد تساعد الانقباضات الخفيفة في فصلها عن جدار الرحم ودافعها نحو المهبل وتأخذ مجموعة من الأدوية التي تساعد على التخفيف من شدة الألم كالأدوية النركوتية والتي تستخدم لتسكين الألم أثناء المخاض وتعطى النساء خلال مرحلة المخاض مسكنات الألم عن طريق الحقن العضري أو عن طريق الوريد